بسم الله والصلاة والسلام ورسول الله في الفيديو ده هنشوف مع بعض الفئة الوحيدة اللي مسموح لها ان هي تشتغل او تتحرك في الشوارع لمدة 24 ساعة تابعوا معي الفيديو للنهاية وابتوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك بالقناة واسبونا رأيكم في تعليم المتحدث باسم مجلس الوزراء قال ان خدمة توصيل الطلبات هي اللي هتكون متاحة 24 ساعة ده علشان يمنع اي تزاحم في المحل واكد خلال مدخلة هاتفية مع الاعلامي احمد موسى ان شركات توصيل الطلبات كانت بتشتغل لحد الساعة 7 لكن دلوقتي هتشتغل 24 ساعة وان المواطن ممكن يتصل باي خدمة توصيل من بكرة وهيلاقيها متاحة 24 ساعة يعني هتكون متاحة طول اليوم وبالنسبة للاحتفال بشم النسيم قال ان المصريين يحتفلوا بشم النسيم يحتفلوا به من البيت وعدم الخروج لاي مكان السنة دي هيكون الاحتفال بشم النسيم في البيت وعدم الخروج لاي مكان وقال ان تم تعديل موعيد حظر التجوال بدلا ما كانت بتبدأ الساعة 7 مساء لا هتبدأ الساعة 8 مساء وتنتهي 6 صباح واشار برضو في المدخلة الهاتفية ان جميع المتنزهات والحضائق العامة والشواطئ تم اغلاقها اغلاق كامل ده علشان يتفادوا التجمعات خلال الاحتفالات حفظ الله شعب مصر العظيم ربنا يحفظنا من كل سؤون وشر شكرا لحضراتكم والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة